التآهل مستحق لأتلتك ومدريد ولا? طبعا. طبعا. في عشان في تلات تصديات الناس شايفت يا لأوبلاك كان متصدق متصدر بمشهد دوعا ما وشكل العام. المباراة مشيت ازاي. لأ منشستر رونايت فريق كئيب بقولك الواجهة التاني ليوفنتس. فريق كئيب فريق عاجز فريق برضو لو لعب اربع تيام قدامك كنتش حاسنه يجيب جهود. الا بقى بتجليات كريستيان رونالدو زي ما عمل قدام توتنام. وانا زي بقولك ربنا نكون فعون كريستيانو يعني اللي خرج من يوفنتس راح منشستر. عامل يعني في مسألة عربي كده يقولك كالمستجير من الرمضاء بالنار. فيعني الراجل اه. مش عارف اقول ايه بصراحة يعني. يعني. مش عارف ايه يعني. لا والله جد. ربنا نكون فعونه بصراحة كريستيان رونالدو. اسوأ. رحب اسوأ قرار خد في حياته مش ملاي مدريد. انا مش عارف ازاي هو افكر فيه يعني. رجل هو جايه يوفنتس وانا فرحان بدا يعني مصوب ده. بس لا طبعا ما ايه. هو شخصيته رجبة على ريال مدريد. هو شخصيته رجبة على الاتموسفير. هي شخصيت رونالدو كده. انت فاهم يعني شخصيت رونالدو عمتا بيحب. لا 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 ده الكلام ده ده نبيع به في الجراية. هو كليشي لبسه زي ما انا البست اليجري بالزبط كده. بل هو ايه افتكر ان هو اللي بيعمل كل حاجة في ريال مدريد. زي ما انا افتكرت ان لعيبة يوفنتس اقوى بكتير من اللي بيرلو طلعه. فاهم المقارنة ده لا يا رونالدو انت عظيم وجامد جدا بس ريال مدريد بيساعد لان هو ريال مدريد. وهنا بيساعد مش مقصود بها المعنى السيء اللي هو بيساعد عشان الكلام يعني اللي ما بيحبوش ريال مدريد هو لك اه قصده بيساعد ان هو بيدفع. لا لا بيساعد لان هو ريال مدريد. هو مباراة زي مباراة باريس سان جرمان وريال مدريد دي لايقة على كريستيان رونالدو. فلما طلع كريستيان رونالدو اتوجد بنزيمة. لان في الاخر روح ريال مدريد اللي بتلعب. روح ريال مدريد اللي بتلعب. طبعا كريستيان رونالدو لعيب عظيم وجبار. بس في الاخر اللعيب بيطبع على فرقة.